كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة حياة كريمة وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة التعاون والتنصيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلاة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ أخذا في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لقاتني المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة وقد عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الصرف الصحي والمياه ومحطات المعالجة إلى جانب مختلف المشروعات الخدمية ومشروع سكن كريم كما تابع السيد الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة على نحو يتماشى مع تاريخها العريق خاصة على الصعيد السياحي والترفيهي والثقافي بما فيها عملية التطوير الجارية في حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها فضلا عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو إلى جانب ما تم من تطوير لكورنيش النيل من خلال مشروع ممشى أهل مصر والذي يعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة اشتركوا في القناة